إذا ما تبعت يا دكتور الفرق الزمني ربما الأستاذ الجامعي الملقى القبض عليه كان قد سمع قبل أيام صدور الحكم خمسة عشر عاما بحق الأستاذ الجامعي في جامعة البصرة ولولا أن شك ذو أحدى الطالبات لم أعتقل ألا تعتقد ربما أن هذا ما ظهر وأن ما خفي قد يكون أعظم وهذا ما لا أتمنى طبعا أنا معك أنا معك نعم سيدي الفارق أنا معك في هذا المجال بأنه موجودة أنا قلت لك نسبة واحد بالمية من الثمانينات نحن عندما كنا طلبه التسعينات ليس فقط في هذا الوقت ولكن نتمنى أن يكون أبناءنا أيضا وبناتنا أيضا أن يكونوا بوعي وبحرص كبير جدا وأن يخبروا عن هكذا حالات دون خوف ودون تردد لأن الوزارة كما قلت لك سوف تطبق القانون سوف تتخذ الإجراءات بس يا أخي ثبت لي على هذا الأستاذ أو ذاك نحن مريد بس حتيت مريد بس دعاية نسمع هنا وهناك هذا كذا وهذا متصعب وهذا يحب النسوان وهذا يحب كذا ولكن لا توجد أدلة أنا أقول على أبنائنا أن يقدموا الأدلة للأجهزة الأمنية ولإدارات الكليات وسوف يرون بأن هناك ستتخذ قرارات ضد هذا الأستاذ أو ذاك المقصر في هذا المجال لا تستطيع فقط الجهات الإدارية أن تقوم بهذا العمل وإنما ينبغي أن يتعاون مع الجهات الإدارية هم أبنائنا الضحايا الذين يتعرضون إلى هذا الابتزاز سواء الابتزاز العاطفي أو الابتزاز المادي ولذلك إذا لم تكن منظومة متكاملة من الطالب ومن الأمن ومن الإدارة لا نتمكن من القضاء على هذه الظاهرة وأنا لا أريد أن أسميها ظاهرة أنا أقول لا نستطيع القضاء على هذه القضايا الفرقية مستمعنا يكبح البوح بهكذا أمور تعلم الطبيعة العشائرية ولوم المستمع العراقي للضحية بقدر ما يلوم الجلاد هذه أيضا كوابح تمنع من الحديث والبوح بهكذا أمور تخدش الحياة يا دكتور نعم ولكن 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 إذا كان إذا كان هذا البوح لرب الأسرة أنا عندما يجيني ابتزاز من أستاذ بالجامعة قبل أن تصبح فضيحة وأن تصبح كذا أنا ممكن أخبر والدي ومثل ما قام الآن والد هذه الطالبة أو كذا بإخبار الجهات الأمنية أيضا يقوم بإخبار هذا لنتحاشى الفضيحة لنتحاشى أن يكون الابتزاز أكبر وبالتالي رح نمطي درس لهؤلاء بأن هناك آباء أيضا حريصين جدا ونعتقد الآباء جدا وعين لهذه سوءا كانوا من عشائرنا أو من متقفيننا أو من أبنائنا الطلبة وعين إلى أن يمسكوا لنا أو لجهات المختصة الأدلة لكي نمنع هذا الانحراف وهذه القضايا الفردية التي لا تليق لا في الجامعة ولا في المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر